اهلا بكم في قناتي قناة اكلات هلا النهاردة بقى هنعمل وصفة شتوية كان لازم نعملها على القناة بس طبعا هنعملها بطريقة مميزة زي ما عودتكم دايما ان اكلات هلا لازم تضيف لمسة جديدة على اي اكلة النهاردة هنعمل عدس بمناسبة البرد اللي احنا فيه ده شربة العدس على الطريقة التركية سهلة ولزيزة وخفيفة وهتعجبكم قوية انا واسقة وهتدفيكم في الشتا هنبدأ هنحط معلقة سمنة انا هنا بستخدم زبدة مع زيت انت عايزة تحطي سمنة بس براحتك انا بحط الزيت مع السمنة عشان ما تتحرقش فهنزل بشوي الزيت معاها زيت دورة طبعا وهبدأ اشوح المكونات اللي عندي اللي احنا شفناها البصل مع الجزر دي بصلها ايه متقطعة مع جزرتين برضو متقطعين كده مع بطاطس وده فصين توم وبطاطساية والجزر متقطع مكعبات كده صغيرة وهلفهم تشويحة كده مع بعض في السمنة اول ما هيتشوحوا مع بعض وابدأ اشم الريحة هنزل عليهم بالعدس المغسول العدس الاصفر الجميل المغسول اللي بيدفينه في الشتاء اهو وهشوحوا برضو تشويحة مع المكونات اللي عندي دي لونه بس الواحد والله لونه جميل العدس دي سبحان الله انا بحب لونه جدا ولونه هيحلوة اكتر هتشوفوا لونه اكتر مع المكونات اللي هنضيفها المكون السر السحري اللي هنضيفه لسه دلوقتي هشوحهم كده مع بعض البصل مع الجزر مع البطاطس مع العدس مع التوم كل ده خدتهم تشويحة مع بعضهم الاول شوحت الخضروات وبعدين حطيت العدس هضيف هنا مكعب مرأ وهشوحهم وهشوحها لحد ما المكعب يختفي ويدوب مع العدس وبعدين هضيف المكون السحري اللي عندي بقى الاساسي اللي هيغير الطعم خالص ده عصير برتقانة نص كباية عصير برتقان بجد والله بيفرق كتير جدا والطعم خرافة وخفيفه بيتديله مش عايزة اقول لكم بجد تحفة وهشوحهم مع بعضهم وهبدأ اضيف المية على قد ما يحتاج للسل العدس وعشان الخضروات تستوي عصير البرتقانة بجد بيتديله طعم تاني ولون كمان جميل جدا وبيختلف عن العدس بتاعنا خالص يعني العدس بتاعنا بيبقى تقيل برضو شوية بالشعرية ومش عارفه ايه هي نفس المكونات بس هو البرتقان بيفرق بجده في الطعم خالص كده هو بدأ يغليه معايا وهو هيدخل في السوا هضيف معلقة صلصة صغيرة عشان يعني تكسر لي اللون شوية وهبدأ اضيف البهارات بتاعتي الصلصة عملت برضو فرق في اللون عندي كمون عندي كزبرة عندي فلفل اسود عندي بابركة وهقلبهم مع بعض واول ما يستويه هطفي عليه النار هغطي بقى واسيبه يستوي مع نفسه وهنا الملح نسيت احطه بس كده وصفة بتدفي وما بتاخدش اكتر من خمس دقايق معاكي ويكون جاهز هنا خلاص استوي هبدأ اضربه بالبلندر هضربه حلو لحد ما يختلط كله مع بعضه وما يبقاش فيه اي تكتلات بالشكل ده ودي احلى طبق عدسها الدقيه في حياتك واللون روعة بجد مختلف جدا والطعم مختلف واللون زي ما انتو شايفين وخفيف الفهنة جربيه وقولي لي رأيك ولو انت جديدة ومشتركتش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من اكلات هلا اكلات مع اكلات هلا هتلاقي كل ما هو جديد ومميز وما تنسينيش باللايك والشير ويلا بات